فشل الأندية الجزائرية إفريقياً يستمر للعام العاشر على التوالي وذلك بعد خروج شباب بلوزداد من أبطال إفريقيا الحالية وترفض الجميلة السمراء لانتقال لخزائن الأندية الجزائرية فما السر وراء الفشل المتتالي؟ ولماذا لا تتنافس مع أندية تونس والمغرب ومصر؟ تفاصيل كثيرة نعرفها في هذا الفيديو أنهى فريق شباب بلوزداد بطل دوري الجزائري مشواره مبكراً في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام فريق يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة أربعة أهداف بدون رد بطل الجزائر احتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة ووضع البطولة بفوز وحيد وتعادلين اثنين وخسارتين وجمع خمس نقاط وانتهى مشواره دون النظر لمباراة الجولة الأخيرة من البطولة وتأهل الأهلي المصري ويانج أفريكانز التنزاني من المجموعة بلوزداد واصل سلسلة الفشل الجزائري في البطولة الإفريقية للعام العاشر على التوالي حيث كان آخر خوز لناد جزائري بلقب بطولة دوري الأبطال عام 2014 حينما توجبها وفاق سطيف على حساب فيتاكلاو وكانت تتويج الأخير للفريق الجزائري بقاعدة الأهداف خارج الديار بعد نهاية مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدفين وبعدها التعادل في الجزائر بنتيجة هدف واحد مقابل هدف ومن بعدها توالت الخسائر على الأندية الجزائرية كما كان آخر فريق جزائري يصل إلى نهائي البطولة هو اتحاد الجزائر وخسر المباراة أمام تيبي مازينبي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد في مجموع المبارتين ويعود السر وراء تأخر الكرة الجزائري على المستوى الإفريقي هو غياب المنافسة في المسابقة حيث يسيطر فريق شباب بلوزداد على اللقاب منذ عام 2020 وحتى 2023 وبالتالي أثر على مستوى التنافس في المسابقة رحيل اللاعبين المميزين من بطولة الدوري الجزائري هو سبب آخر لعدم المنافسة الإفريقية حيث يخرج اللاعبون في محاولة للعب رفقة المنتخب الأخضر الذي يفضل دائما ضمن